وبعيداً عن الهواجز الشخصية وتنفيذاً للقراءات الواقعية لحظ بختصون غياب عدة ملفات من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد الشعى السوداني يتقدمها عدم تغيير سعر صرف الدولار والاتفاقية العراقية الصينية والاتفاقيات الاقتصادية بين العراق والسعودية ومصر والأردن واتفاقية الربط الكهربائي بين العراق وتركيا والكويت والأردن إضافة إلى بيع العراق للنفط إلى الأردن بأسعار منخفضة وخط الأنبوب العراقي الأردني وبيع العراق للنفط الأسود إلى لبنان وفي البند الأول من هذه الملفات يأتي سعر صرف الدولار الذي لن يخضع لمساومات سياسية بل قراءات عقلانية ضمن ثلاثية جديدة كان السوداني قد حددها بمقال مطول وتتلخص بزيادة رواتب إعانة الاجتماعية للأسر دون خط الفقر مع التوسع بالشمول وأيضا تعزيز وتوفير مفردات الحصة التموينية التي تستفيد منها الأسر الفقيرة وذو الدخول المحدودة وزيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين من فئة الرواتب الدنيا ولأنه من غير المقبول أن تأتي الإصلاحات على حساب الفقراء من وجهة نظر السوداني فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تنفيذ هذه الثلاثية كحلول بديلة لتغيير سعر صرف الدولار والتقليل من آثاره على الطبقات الفقيرة